بص استمتعوا برمضان واشتروا اللي انتوا نفسكوا فيه حلو وان شاء الله سبحانه وتعالى هتلاقي المعرض زي ما كنا بنقول كده يبدأ من يوم 24 اللي احنا فيه ده لحد يوم واحد رمضاء واحد ابريل يعني قبل رمضان بليلة ماشي الكلام ماشي الكلام لكن خليني ارجع واكد على كلام ضفنة العزيز ممكن نبطل عادتنا في التخزين يا جدعان انا لو قلتلكو الرقم بتاعنا في الاهلاك هتتخض انا بتكلم بجد لو قلتلك نسبة الهالك في السلع بتاعتنا يعني احنا بنشتري سلع زي ما تطلع ماشي وبناخدها نخزنها في بيوتنا از ربما احتاج الطريقة بتاعت از ربما مش ان انا مثلا ايه بشتري اللي يكفيني اسبوع لا الناس بتنزل تشتري اللي يكفيها شهر واتنين وبعدين غير انه نمط ما الاستهلاكي غريب حبتين يعني غريب ليه؟ طيب عشان احنا بنهدر تقريبا ستين في المية من اللي بنشتريه يعني حضرتك تشتري الحاجة بمية جنيه بتاكل باربعين وبترمي في الشارع بستين مش بترمي في الشارع فيه سلة المهملات ده بجد ومحدش تاني هيقولك الكلمتين دول انا بجيبلك ده من الاخر بقا وده رقم انت بتشتري اكل بمية جنيه بتاكل باربعين وبترمي فوائض بستين برميها ايه بترميها؟ بتغرف بقا في طبقك اكتر من اللازم مش قصتي الحاجة بتتحطى عندك لحد ما بتبوز او تساوس مش قصتي انت بتشتري بمية بتاكل باربعين وبترمي بستين هي فلوسك انت عاوز ترمي ستين في المية من ميزانية اكلك غريبة اشتري اللي انت عايزه معارض موجودة في كل انحاء الجمهورية انا واثق انك هتلاقي احزاب هتبدأ تشتغل وهتنزل القوافل بتاعتها طبعا اشهر قافلة هدية الرئيس مستقبل وطن هتلاقي احزاب اخرى ايضا مشكورة كلهم على العين وعالراس هتلاقي المنافذ بتاعت امان هتلاقي المنافذ بتاعت وطنية الكل هيشتغل لاجل حضرتك الكل هيوفر لك كل حاجة لحمة وفراخ ورز وعتس وفول وسكر ودقيق وطمر وطأمر الدين وسمنة وزيء اللي انت عايزه موجود حلو والاسعار بتاعتنا اللي هيتحط عليها خصم العشرين والخمسة وعشرين في المية هي الاسعار اللي قبل الازمة الاوكرانية عشان محدش برضو ايه يبقالو في ده اي شائع مسبقنا اهو عشان قبل ما يجي يقولك سوف ترتفع الاسعار في رمضان لا هلا سوف تبقى الاسعار على ما هي عليه في رمضان برضو لا الاسعار في رمضان هتنزل عشرين وخمسة وعشرين في المية عبدانا العيب وازح ونط من الشباك انا بقولك من دلوقتي لا انت محتاج تخزن ولا محتاج ترمي اكل والنبي ساق عليك النبي يا اخي خاف على مصروف بيتك حبتين وما تخزنش حاجة اللي انت عايزه هتلاقيه موجود سبها على ربنا سبحانه وتعالى وعلى انه في دولة فعلا مؤمنة بانها عايزك تاكل وتشرب وتتعلم وتياخد رعاية صحية وتبقى احسن واحد الرئيس بقولك يا نفسد ديك تلاتين الف جنيه في الشهر عايز اكتر من كده هديجي تقولي هم فين التلاتين هقولك طب اشتغل حبتين زيادة بس عشان تاخد التلاتين ودي حدوتة سوف تروا